برنامج نور الدين صيل للأنديات السينمائية في المؤسسات السجنية مبادرة تنطلق فعالياتها بمركز الإصلاح والتهذيب في عين سبع بالدار البيضاء مناسبة للنزلاء للتثقيف السينمائي عبر التكوين في مجالات المهن السينمائية فكرة زوينة، فكرة كبيرة، فكرة مهمة على هات الشباب اللي شفنا اليوم اليوم محبو سينانا ولكن بحالي لفتحنا اليوم واحد البيان واحد الشجم العالم بمناسبة انطلاق المبادرة عرض الفيلم السينمائي علي صوتك لفائدة نزلاء الأحداث بعين سبع بحضور مخرج الفيلم نبي العيوش وطاقم العمل الجمعية برسم التفاقية ستمكن من تنشيط ثلاثة نوادي سينمائية بثلاثة سجون في المغرب أغادير دربدة وأسيلة وتنشيط كيتمثل في إقامة عروض سينمائية للأحداث ومناقشتها معهم برنامج نور الدين الصيل للأندية السينمائية يروم تنمية الثقافة السينمائية لدى النزلاء من خلال تقديم عروض سينمائية ومناقشتها داخل المؤسسات السجنية في إطار تنويع البرامج التأهيلية المعتمدة لفائدة السجناء ترجمة نانسي قنقر